السلام عليكم خواتي واخواني اليوم عندنا شرح حرف الميم هذا هو حرف الميم اليوم عندنا شرح حرف الميم اسمه حرف الميم وراح اشوفكم بياه بداية الكلمة ووسط الكلمة ونهاية الكلمة شون الكتب شكله هذا شكله بداية الكلمة شوف حرف الميم هذا شكله وهذا شكله بنهاية الكلمة وراح اشرحكم بياه ان شاء الله بالتفصيل هذا شكله بداية الكلمة وهذا بسط الكلمة يعني ذا منا حرف ومنا حرف يصير هذا بالنص وهذا ذا بداية الكلمة يعني أول حرف في الكلمة هيتش نكتب وهذا بنهاية الكلمة وذا جاء مرتبط بحرف قبله مجرد بس خط يصيره راح أشرح لكم يا باب التفصيل إن شاء الله راح أكتب لكم هاي طريقة كتابة حرف الميم تلزم القلم ذا أره صغيرة حسب أنت قوي يدك على الحرف دائرة صغيرة هاي بداية الكلمة شوف دائرة حتى لو ما تعرف دائرة وسوي خط صير حرف الميم بس انت لشي ليدك دائرة هيت سويها ويسحبها هذا حرف الميم بداية الكلمة بنهاية الكلمة هيتش نكتب دائرة وسحبها هيتش شوف الفرق شوف هاي بنهاية الكلمة بسط الكلمة مثلا قبل حرف وبعد حرف تسحب خط يجي سوي هاي صار بسط الكلمة مثلا ردكتب كلمة قمر وسط الكلمة قامي قامار شوف هاي كتابة الحرف حاولت تمرن على كتابة الحرف أكثر من مرة بالنسبة لناس اللي ما يعرفون يدمجون الأحرف أو ما يعرفون يكتبون الحرف لازم تقوي إيدك على كتابة الحرف رحطيكم أمثلة بداية الكلمة ووسط الكلمة ونهاية الكلمة يعني أشكال حرف الميم مع الكلمات شون الفضل حرف الميم هذا شكرا قلنا بداية الكلمة هيتش نكتب يعني خط عادي أنا كتبته المهم توضح لك الفكرة يعني هذا هو بالخط بالكتابة أو بالطباعة هذا شكرا بداية الكلمة المهم هذا حرف الميم إذا جاء بداية الكلمة شوف الكلمة هذي شون مكتوب إياها مقص 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 شوف هو اسمه ميم بس لفظه حسب حركاته مثلا ما ما مي مو حسب اللفظ أو حسب الكلمة اللي بيها يعني حسب الحركات مثلا هذا مقص مكتب ما شوف ما مكتب ما ك ت إب مكتب ملاك ما شوف ما ل آ ملا إك ما شوف هذي مسبح ما شوف شوان اللفظة ما مسبح مسبح شوف حرف الميم اسمه ميم اسمه حرف الميم بس أنا شون أحتاج أحتاج لفظة وشكله وصوته ما مو ميم إذا أقول ميم ميم ولا وإك ما يصير يعني ما تلفظ بس لازم تحفظ لي شوف ضرق تسحك لازم تحفظ لي لفظة لفظ الحرف ما مسبح ملاك مكتب مقص ما شوف ما ما يعني الفظة صحيح حاول تلفظه ياه وتغدد الحرف يعني حاول توقف الفيديو وتلفظ الحرف ما 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 شوف ما مقص مكتب المهم هذا شكله بوسط الكلمة أنا كتبت إذا شوفك شكله مع لفظة أسهم يشرح لكم ياه بالحركات إن شاء الله شوف شكله بداية الكلمة وشون يكتب مع الكلمات يعني خط بسيط بس المهم يوضح كتابة الحرف بداية الكلمة مع لفظة مقص مكتب هنا ببسط الكلمة هذا شكله وسط الكلمة شوف القلم على عمد القلم شوف هذا شكله وسط الكلمة يشبه شكله بداية الكلمة بس مجرد خط صغيرها حتى يرتبط بالحرف اللي قبله أو اللي بعدها مثلا هنا قمر قام ما أر قمر شوف الميم شوان اللي فضتها ما قام قام قمر قمر تمر تمر تما أر تما أر تمر هاشوف ليمون لا اي هن و لي مو لي لي ليم ليمون شوف أم لي مون لي مون هنا س ما اك ا س ما ك س ما ك س ما ك شوف يعني تقريبا يلفظ أم أو س س س ما ك قم قم شوف قم أم قمر تمر ليم 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 ليمون شوف ليم ليم ليمون س س س س ك س ك س ما ك س ما يعني هذا مفتوح س ما ك شوفنا رمان ر م آ إن ر م آ إن ر م آ ر م آ ر م آ ر م آ ر شوف شوف آ م آ ر ر آ ر ر س ر آ ر الكلمة ولفظه. هنا ببداية الكلمة يصير مي مي مقص مكتب مي ملاك مسبح محمد او محمد مي. هنا مثلا البسط الكلمة يصير ام 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 قم قم قي ام قي ام قم و ار قمر قمر قمر. المهم يعني انت بالبداية افهم لفظه. مو شرط طلب الحركات خالفه يصير صعب عليك. بس افهم لفظه قريب على الحركات. وبعد ايان شوي شوي راح تتعلم شون يلفظ بالحركات. تم تمر ليم 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 و ان ليمون س ام س ام سم ك اه ك اه شو شون يلفظ رم رم رمان. هذا بنهاية الكلمة الحرف شوف شون يكتب بنهاية الكلمة مثلا كلمة معلم يعني لفظه تقريبا قريب على الوسط شون وسط الكلمة اللفظ. هنا مقلنا قم ام ام قم قمر هنا معلم ام شوف شون الام ام معلم معلم اه مثلا هنا قسم قس ام شون اللفظه شوف ام مو ميم مو ميم قسيم يعني هنا لا يصير قس قسم ميم قسم ميم ما يصير بس اذا اقول ام قس ام قس ام شون يلفظ ام شون وسط الكلمة يلفظ هنا قم قم ام قمر ام معلم شون شون يكتب نهاية الكلمة نفسية بس مجرد مرتبط به بخطة صغيرة مثلا هنا قلم شوف ام قل ام قل ام قلم مثلا حلم حل ام شوف ام حلم د ام د ام شوف ام شوي لاي الفظه شون يعني ملاحظ جاة اسمعني شون المترجم الى الفضياء 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 دم قدم ق د ام شوف شوف نلفظه انت ركز لي باللفظ يعني عف الكلمة عف الأحرف البقية اذا واصل لك الشرح مالة نواصل لك فاهمين وذا ما فاهمين ركز لي بحرف الميم شوف نلفظ ق د ام بناية الكلمة ام وسط الكلمة تقريبا هم ام حسب الحركات هنا مثلا راح تقول لنا هم ملازق بيه لان الحرف الالف هذا هم اي حرف يجي بعدها ما يلزق بيه هنا ستة احرف في اللغة العربية ستة اي حرف يجي بعدها ما يرتبط بيهن او ما يتصل بيهن او ما يلزق بيهن تريد انت فاهمها فاهمها بكل طريقة فاهمها المهم انتبه لي اللفظ الميم حرف الميم شوان الفط ك ل ا ك لا ك ل ك ل ه ام ام شوان الفظة ام كلام كلام ه ر ام هرم 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 القصد من هذا اللفظ انت انتبه لي شوف بداية الكلمة يلفظ ما ما مقص مكتب ملاك مثلا المسبح اي كلمة تبدي بحرف الميم تلفظة ما مثلا الموز ملعقة اي كلمة يعني اي كلمة تجبها لك مثلا ميزان ما معلم معلم ما معلم معلم ما ما بسط الكلمة ونهاية الكلمة يلفظ تقريبا متشابه قم ام شوف ام قمر قم مر ق و ام قم و ار قمر 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 بس انت مو ام يعني تركز بها كل شيء ام لا قم مر قمر 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 لحد ما تتهجاها وبعدين تلفظها بشكل صحيح مثلا انا قلت ق و ام قم ق و ام قم و ار قمر بعدين تعرفها قمر شوية شوية تتعلم اللفظ مع الحركات نهاية الكلمة لأس الشيء ق س ام بس الام مو تركز بها ام كل شيء يعني تدقق بها ام لا ق س ام قسم قسم اذا هنا صير حركة الفتحة مثلا قسمه حركة الضم قسمون حركة الكسر قسمي بس انت لفظة بالاساس ام واسط الكلمة ونهاية الكلمة ام تمر 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 اذا هنا فتحة سير تمر 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 شوان هنا مى هنا تمر لي مون سمك 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 يعني القصدر دا وضح لك شون يلفظ الحرف يلفظ بداية الكلمة تقريبا ما 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 انت لفظة مى بداية الكلمة وراح شوي 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 تتعلم اي كلمة تشوفها بداية الكلمة لفظة ما 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 بوسط الكلمة ام 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 مثلا قمر قمر مثلا ما تريد تتحجى الكلمة مثلا تقول ق ام هنا مثلا هذا حرف الق وهذا مى لا تريد تلفظه مى ق م ار او ق ام ق ام ار قمر نهاية الكلمة لاسش انا جاي عيد وكرر لانه جاي يسيلوني شوان اللفظة وشوان تهجاه انا جاي في فضلك ياه سب دون حركات حتى تعرف لفظة او سير قريب عليك اللفظ 90% تقريبا نهاية الكلمة مثلا شفت هذا الكلمة د ام اذا شفت ايش ام د ام ق ل ام ح ل ام ما ع ل ام هاي حرف المين بس هان القصد على نهاية الكلمة ساذا مو ما ع ل ام معلم مثلا هنا ه ر ام شوف جاي ادقق بها كلش يعني جاي اقول لك ام ام بس انت لا تعتقدها يعني كلش نصا ام لا اكو كلمات يعني بالحركات لازم تلفظ بس انت سفهمها هي شي او الفظها هي شي وشوي شوي راح تعلم بالحركات انا هم راح شرح لك حرف المين بالحركات وان شاء الله يتوضح لك اكثر الحركات احنا قلنا طبعا هاي القراءة كل الزينة هاي قراءة تعليم الحروف مو قراءة الاول ابتداء لا تعليم الحروف كلش زينة وتفيدكم وبيها مساعدات يعني حتى يقول لك شون تكتب الحرف وشون يسوي لك فراغات ويخطط لك مثلا الحرف شون تكتبه تفيدكم كل زينة وانصحكم بيها واللي ردها حركة الفتحة اللي هاي الشغطة فوق الحرف الميم هاي الصغيرة هاي اسم الفتحة هاي حركة الفتحة هاي حركة الضمة وهذه الشغطة الصغيرة حركة الكسرة راح تقول لي شون اللفظة يعني في هذه الحركات شون اللفظ أنا راح أوضح لك أكثر إن شاء الله وتوصل لك الفكرة مثلا هاي الحركة احنا متفقين عليها فوق الحرف أي حرف مو بس الميم هاي الحركة يسمونها حركة الفتحة تغير شوي من لفظ الحرف مثلا هاي الميم اذا صارت فوق الفتحة يصير ما ما أو ما ما راح الفضلة كهوية الكلمة ما اذا فوق هاي الفتحة يصير ما 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 د ر س مادرسة ما شوف مادرسة هنا مثلا هاي الفتحة فوقه شو صير ما ما س ج اد مسجد مسجد ما س ج اد مسجد هنا مثلا ش وهي الميم عليها فتحة ش وفعلها فتحة شو صير ما لأنه دا عليه فتحة صير ما ش ما اس شمس شمس راح اعيد لك ياها اذا عليه الفتحة اذا حركة الفتحة هذي على الحرف على حرف الميم يصير ما ما شوف ما مادرسة ما مسجد ما شمس اذا هاي الحركة على حرف الميم هاي الضمه يصير مو مو بس مو او اطولها يعني ممدودة مو او مو لا مو اراح بفضلك هوا يا الكلمات مو مو دا ر اس يصير مدرس 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 ما كنها حرف الوا لا بس هاي الفتحة اقصد الضمه الفوق الحرف تخلي الفض شون مو مدرس مثلا هنا هاي الكلمة مصحف شوف حرف الميم فوقه اللي الضمه سير مو اص ح اف مصحف مثلا هنا حرف الضمه يا حرف الله مدرس تعلقان اسحق حرف او حركة الضمه فوق الحرف فوق حرف الميم شو صير مو مو ذيع مو ذيع مو شوف شون الفضل كأنما مو اذا حركة الكسرة تحت الحرف اللي هو حرف الميم شو صير مي 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 شوف مي ظلة مي شوف هذا تحت الكسرة يصير مي مي ميفتاح بس Cherry مي تمد همات طويلة سويها مي مي ميفتاح لا ميفتاح ميفتاح كليلة لفظة قليلة مثلا مي مفتاح ميفتاح مي مي نا اذا بعد حرف الي الأكيد رح تلقايت وراح يصير ممدود تقريبا مي نا مي نا عيد وكرر حرف الميم إذا فوق الحرف الميم حركة الفضح يصير حركة الضم الفوق حرف الميم يصير مدرس مو مدرس إذا حركة الكسرة تحت حرف الميم يصير ميظلة ميناء وهكذا المهمة اللي يريد ما عندك آني تحفظ لي شكله اللي هو اسمه حرف الميم اسمه حرف الميم بس شكله هذا شكله وهذا شكله بداية الكلمة وهذا شكله ببسط بنهاية الكلمة نفس الشكله بداية الكلمة إن نفس الشكل، تقريبا بداية الكلمة بداية الكلمة شال نكتب سى العل 친حlem بنهاية الكلمة أهم شي لدي شكل ولمي أيحد� الكلمة بداية الكلمة يلفظ ما ما أي كلمة تشوفها في بداية الكلمة يلفظها ما مكتب ما مكتب ما ملاك مهند ما مهند حتى لو تقول لي مهند ما يخاف المهم تلفظ لي ما شوي شوي تتقوى مع الحركات وسط الكلمة هم لو ما لو ام قامار قامار تامار تمر أو ام قم قمر تم تمر نهاية الكلمة هم ام يلفظ معلم قسم ام قلم دم قدم هرم إلى آخره فاحفظ لي شكله واحفظ لي لفظه أو اسمه احفظها معادي ذات لي تحرف الميم اسمه وشكله هذا